السلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه? معكم عبداللطيف سعيد. الفيديو ده فيديو باختصار شديد دردشة بس دردشة عن موقع آآ او الموقع اللي انت من خلاله بتقدر ان انت تصمم صور عن طريق زكاء اللي صناعين. انا الصراحة اللي خاني نعمل الفيديو ده هو التعليقات اللي كانت على الفيديو اللي فات. الموقع ده انا نزلت عنه فيديو هون فقط. اول فيديو كنت بشرح ايه الموقع ده? وان انت ازاي تقدر تستخدمه وتصمم عليه الصورة. ونبهت في الفيديو الاول ان لو حد عايز فيديو تفصيلي اتكلم فيه عن الموقع ده. آآ يعني قلولي في التعليقات واعمل عنه فيديو. بالفعل جالي تعليقات كتيرة ان الناس محتاجة ان انا اشرح الموقع ده بالشكل مفصص. اكسر دقة. واكسر طولا يعني. فاقلت ماشي عملت الفيديو التاني ان انا شرحت فيه موقع طيب باختصار شديد. الصراحة جات لي تعليقات كتيرة جدا طبعا يعني مش تعليقات سلبية ليا انا او للقناة وانما جات تعليقات سلبية على الموقع نفسه. فانا قلت برق زمتي واطلع اعمل فيديو تالت وممكن يكون هو الاخير ان شاء الله. رغم من الموقع ده كبير جدا ما يكفنيش فيه حوالي عشر فيديوهات. ولكن باختصار شديد. الموقع ده نظامه يختلف. ان لما جيت عملت الفيديو اللي فات. عملت الفيديو اللي فات مع اعتبار ان شرحت الادوات فقط. يعني انا ما كنتش مركز ان انا استعرضت لقوة الموقع عكس الفيديو الاول ان انا نزلته على موقع وانما انا عملت الفيديو الاخير اللي انا شرحته كل حاجة فيه بالتفصيل. ان انا فقط بشرح لك الادوات وكل اداة بتعمل ايه? فطبيعي انا مش مركز ان انا اطلع لك الاداة انها تعمل لك الحاجة زي ما انا بعملها بالزبط. وانما الفكرة ان انا بورك الاداة دي بتشتغل ازاي وايه وظافتها? زي الفوتشوب بالزبط لما انا جيت مسلا شرحت عندي كورس الفوتشوب. قلت لك كل اداة بتعمل ايه? وقدتك مثال بسيط لها. نفس فكرة موقع اللي هو كان هدف الفيديو اللي فات ان انا اشرح لك كل اداة بتعمل ايه وفكرتها ايه? بس فيه ناس بنت على شرحي ده ان الموقع ده سيء. طيب ليه بنت كده? لان انا ما ديتش اهتمام ان صورة طلع حلوة. ان انا اطلع لك صورة عظمة في كل مرة. خليني اقول لك ان دي بعض الصور اللي قدامك دلوقتي انا اصميمتها عن طريق زكال سنايب استخدام موقع اللي الناس كان بيتعيب عليه الفيديو اللي فات. يعني شفت انت الصور دي قدامك عاملة زي صور جميلة وممتعة ودي الصور دي انا حرفان ما اخدتش في ايدي اقل من دقيقة عشان اعملها. الحاجة بقى اللي بعد كده اللي انا حابب اكلمك عنها. في ناس بتقارن موقع بموقع طيب خليني في البداية اديك حاجة يعني كده يعني انت تقدر تفرق ما بينها وهو اني مختلفة تماما عن ايه اتعمل او موقع دي حاجة ودي حاجة يعني حاول ان انت تفرق ما بين اللي اتنين من فعش ان انت تقارن بموقع طيب ليه السبب ما ده بيصمم صورة عن طريق زكال سنايب وده برضو بيصمم صورة عن طريق زكال سنايب. السبب اني قليت عمله مختلفة ان هو اصلا مبرمج ما يطلعش صورة وحشة اخسار شديد يعني. هو مبرمج ان هو يطلع لك صورة بافضل اداء ممكن. بس ما بيتكش الحرية. يعني هديك مثال. لو انا قلت لك ان في عربية اوتوماتيك وفي عربية المانيول. العربية الاوتوماتيك كل اللي انت بتعمله ان انت بتجيب عندك الغيار طبعا يعني على حرف دي اللي هو الدرايف وبعد كده بتدوس بنزيم والعربية بتمشي. عايز توقف بتشير رجل فنعم زنزيم او بتدوس فرابر لو حابب توقف خلص. يعني بتدوس فرامل لو حابب توقف خلص. عكس المانيول. المانيول لا فيه غيار عشان تطلع لازم تجيب ريلك على النص الى حد ما العربية ترعش بعد كده تشير رجلك من على الفرامل عشان العربية تمشي وتدي الغيار الاول والغيار التاني وموال. حرفيا العربية المانيول ناس كتير الى حد الوقت ما بتعبش تسوقها. بسبب التعائدات اللي فيها بتستسر وبتروح للأوتوماتيك. نفس الفكرة. ميتجرني اوتوماتيك. ميتجرني عربية اوتوماتيك. الموضوع سهل جدا انت بتدخل كلام وميتجرني هو اوتوماتيك بيحاول يتخيل انت عايز ايه وبتطلع لك صورة بافضل شكل ممكن. عكس موقع بلاي جراوند ايه 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 ان هو اصلا مش مطالب ان هو يطلع لك الصورة باللي الزكاء اللي صناعي شايفه زي ميتجرني. لا وانما هو بيقول لك انت عايز ايه بالزبط في الصورة. يعني معنى ادك بيديك اقال ادك التفاصيل ان انت محتاجها في الصورة. لا شِلي دي. حطيلي دي. اه لا انت عملتل صورة فيها قطة لأ انا عايزك تشيل القطة. لأ انت عملتني مسلا صورة فيها امر عايزك تشيل الامر. لأ مسلا في اعشاب هنا خضر عايزك تحولها للاصفر. يعني على نفس نمط الصورة انت بتقدر بتعدل فيها. ما بتقدرش انت تعمل كده. انا هديك الصورة. انا مسلا عايزك ترسم لي بيت بشجرة. هو هيرسم لك بيت بشجرة خلاص. الصورة معبيتكش. يعني الصورة عجبتك بس في تفاصيلة فيها انت مش عايزها. فانت ما ينفعش تعدل عليها. ما ينفعش تعدل على موقع التفاصيل دي. عكس موقع ان انت تقدر اصلا تعدل على الصورة بعد ما انت صنعتها وتشيل منها حاجات وتضيف منها حاجات عن طريق او رقم اللي انا شرحته في الموقع. يعني باختصار شديد. لو احنا دلوقتي رحنا عندنا على موقع زي ما لأكلمتكم قبل كده. دي بعض الصور او مثلا خلينا نقول ده الالبومات بتاعتي انا عملتها. طبعا دي مجموعة من الصور ناس عملتها وزي ما اتا شايف الاداء بتاع الموقع عامل ازاي. ليه? لان هم عارفين بيشتغلوا عليه ازاي. الناس بنت يعني او حكمت على الموقع من غير ما هي تقدر تعرف ازاي تستخدمه. لانه اليه يتعامل مختلفة عن ميجرني. اليه يتعامل موقع مختلفة تماما عن موقع ميجرني. تمام منفعشي تقارن دب ده? لان ميجرني سهل مجرد ما تكتب نفس انتهى الموضوع. انما ده لأ انت محتاج تكديله تفاصيل التفاصيل عشان يقدر تطلع لك الصورة زي ما انت نفسك عايز. وهوريك دلوقتي. انا مسلا دي دي كل الصور اللي الناس عملوها. شايف الصور اداءها طالع عامل ازاي? طيب دلوقتي انو انا جيت مسلا روحت عندي على البرفايل بتاعي. هلاقي عندي مسلا ده بتاعي صور انا عملها واللي ورتها لك في الموقع او قررتها لك في الفيديو. تمام دي صورة انا صمنتها عشان اوريك اداء الصور بتاعتي انا عامله ازاي? طبعا دي صور ايه? كالتجربة في اللي انا عملتهم قبل كده. في الفيديوهات اللي الفاتت. طيب لو انا جيت مسلا هنا روحت عندي على على اساس ان انا اعمل صورة جديدة. هنا انا قلت لك زي ما يعني زي ما الاخرى من ناحية قوة الصورة. او بتاعت الصورة. والسطايل نفسه لان هم هنا بيديك اكتر من السطايل. السطايل نفسه بتاع الصورة انت هتختار ايه? اني زكاء اصناع انت عايزه. فبالتالي هنا او كمان بيديك فلاتر عشان يساعدك. ان انت مسلا عايز تطلع الصورة بالشكل او نمط ايه? يعني مسلا انا شرحت النقطة دي في الفيديو اللي فات. ان انت مسلا تقدر تخش عندك على جوجل باختصار شديد. ومسلا تكتب انا مسلا تخيلت الشجرة على جبل يحوطها النباتات من منظر طبيعي. انا هنا قدته وصف بسيط. اقدر ان انا قديله وصف اكثر تعقيدا ممكن حوالي من خمس ست سبع سطور. ده لو انا حابب ان انا قديله وصف الوصف. بس انا بديك الفكرة بالضبط انا عايز ايه? زي ما تشايف جيت هنا وهو حاطت ده. اللي هو في الوصف بتاعي. حاطته هنا على موقع اللي هو بلاي جراوند اي اي اي. هنا اقدر ان انا اختار النمط بتاع صورة نفسه. هنا بيديك عدة فلاتر. انت تقدر ان انت باختصار شديد. يعني تجرب اكتر من الفلتر عشان تشوف ايه اللي يعجبك. يعني مثلا هنا انا حابب ان انا اعمل صورة او واقعية. اروح جاي هنا وم اختارها. اروح جاي هنا اعمل بالمنظر ده. مختار عندي الموضل اللي هو الموضل الاول. تمام? زي ما انت شايف. شجرة اعلى جبل يحوطها الخضار. صورة جميلة هي. هل دي سيئة? لا. نفس للا ان انا وريتك دلوقتي ان قوة المواقع اقدر ان انا اعمل عليه اللي انا عايزه. ممكن هنا في حاجة اخرى. هنا انا اتكلمت في يعني في الفيديوهين اللي فاتوا عن هنا اللي بيميز المواقع ده عن مواقع ان انت تقدر تشيل منه او تصحح فيه اللي انت عايزه عن حاجة اسمها او يعني هنا دي حاجة مش موجودة فيها. يعني انا مسلا اقول لك ان في شيء انا مش عايزه في الصورة ده اسمه تمام او ا 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 برضو جاي علها شكل سري دي. اكتب هنا مسلا تشوه. كلمة تشوه دي ان زكاة الاصناعي بيعرف ان الصورة فيها تشوه. يعني ان انت كنت ان مسلا عندك جيت كتبت التشوه. هتلاقي عندك ان زكاة الاصناع عطوماتيك هيفهم ان الصورة دي فيها نوع من انواع تشوه. فبالتالي هو يحاول ان هو يعالج الصورة. خلينا نشوف اهو زي ما انت شايف. انا قلت له ان عايزي شلي النمط الكرتوني اللي هو مسلا الكرتون ويشيل نمط سري دي عشان يدين حاجة واقعية قدر الامكان. يعني رياليست القدر الامكان زي ما انت شايف. انا طبعا كان وصفي ايه? اه شجرة اعلى جبل يحوطها النباتات منظر طبيعي. زي ما انت شايف شجرة اعلى جبل يحوطها النباتات. فانت فهمت الفكرة? انت لازم تدي له وصفة. يعني الوصف نفس يكون مجزأ او مقسم. مفعش مسلا اخش عندي كده اكتب مسلا شجرة مسلا اقول مسلا يعني حصان زات جناحات يطير فوق الجحيم او الحمم لا بلاش الحمم. جميل? انا بص دي تواصف يعتبر من غير اي فواصل. فالفواصل دي هو ممكن ما يفهماش او يعني بدون فواصل هو ممكن ما يفهماش. تمام? يعني خلينا اجرب دلوقتي قدامك. انا دلوقتي صممت صورة من غير ما احطت اي فواصل. حصان زات جناحين كأنني كانت مقال. الصورة طلعة يعني شوية مشوهة. طب لو انا جيت بقى دلوقتي ضفت فواصل. تمام? افتراضا زي كده. مثلا الحصان. تمام? بالمنظر ده. ذات جناحين. يطير. فوق الحمم. شفت? مجموعة من الفواصل. تمام? هي ما اضفتش هناك بس انا قدر ان انا اضفها اوتوماتيك. تمام? ايجي انسخ او اشيل مثلا احط ده وحط فواصل هنا بص. شفت الفواصل ممكن تعمل ايه? يعني الفرق بين ده وبين ده بص. ان انا حطت فواصل هنا هون مسلا يعني قلت لك ان الفواصل ده نقدر احطها في الكلام. از انت كده بتسهل على الزكاة الصناعية هو عايز يعمل ايه? انت كده ما بتدلوش قصة. انت كده بتقول له اعمل. الفواصل دي مهمة جدا في الحياة العادية لما احنا نجي نتكلم مع بعض او في المقالات حتى كمان في الزكاة الصناعية او حتى كمان في الفواصل دي مهمة جدا جدا. انه انت كده بتقول او الفواصل دي كان نوع من انواع الامر للزكاة الصناعي ان انت عايز الحاجة بالشكل ده. فهنا الصورة تطلع معاك حلوة. الصورة تطلع معاك كويسة. فموقع مش موقع تعبان مش موقع سيء مش موقع اه مش داي او بل هو يعني في اعتبار انا كواحد خلينا اقول خبير دلوقتي يصور اي 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 او زكاة الصناعية متعلقة لان موقع كتير جدا اشرح في المستقبل ان شاء الله متعلقة بالشيء ده. بل كمان مش موقع في انت تقدر تمرن الزكاة الصناعية على نمط محدد من الصور وكمان تقدر ان انت تسطبه او تعمل زكاة الصناعية على جهازك انت فقط. يعني على جهازك الشخصي او على سيرفر الخاص بك انت تأجره وتعمل زكاة الصناعية الخاص بك. انا ممكن الكلام ده تكلم عنه في المستقبل لان انا اتعمقت قوي في الموضوع ده بقى اتفاهم الفكرة بشكل اعمق بكتير جدا من النظرة السطحية للناس بسط بها عليه. لأ الموضوع حقيقي الموقع ده افضل من موقع ميت مرة. ميت مرة لان انت تقدر ان انت تختار اللي انت عايزه. تقدر تتحكم في اللي انت عايزه. طبعا هنا بجانب ان انت تقدر تعمل اصلا يعني للصورة بتاعتك. افتراضا. انا دلوقتي الصورة دي عجبتني. تمام? انا محتاج ان انا اكبرها. ممكن ان انت تيجي هنا تقدر تختار الرقم ده اللي هو مية اربعة وعشرين او الف اربعة وعشرين. وانت مثلا يعني تيجي بقى تعملها عشان تكبر اكتر وهو وريك دلوقتي. تكبرها اربع مرات. زي ما انت شايف. او بس ممكن يكون مشاوه شوية بس الفكرة ان انا حبيت اوريك الفكرة عاملة ازاي. طيب خليني دلوقتي نزبطها بشكل اكبر. اهو زي ما انت شايف. دي صورة مسلا انا دلوقتي صممتها بنفس الحوصان بجناحين. مجرد بس انا انا شلت بزاك او حطيت بجناحين. طبعا اللي متعمق في لوجه الانجليز هيكد عارف ممكن فيه فرق بينهم. جميل زي ما انت شايف اهو. صورة جميلة جدا. جدا. طب ازاي بقى ان انا اقبرها الصورة دي خمسة في خمسة او يعني خمسة ومات ناشة في خمسة ومات ناشة. قادر ان انا هي جاي يعني اجي هنا هو وبعد كده وروح جاي هنا عندي على ان انا اعمل ان انا اكبر الصورة دي اربع مرات. فبالتالي تكالي صناعي بيعالج الصورة بيكبر هرك اربع مرات. يعني بيخلي لك الصورة كبيرة من الشرط ان الصورة تكون صغيرة. لا بيخلي لك ان الصورة فعلا تكون كبيرة وهوارج دلوقتي. او دلوقتي بيقول لي احمل الصورة. اه زي ما اتشايف بص. والله صورة جميلة جدا زي ما اتشايف. حصان بجناحين. ورعد وراها ومش هعارف ايه ونار بص. ايه الجمال ده? انت فهمت الفكرة? عندك انا طبعا في حاجات اخرى ده. مسلا ان انت تعمل للصورة او للصورة. ان انت مسلا تضيف عليها حاجات اخرى. يعني مسلا انا الحصان ده اسود. مسلا يعني هقول له انا عايزك ان انت تعمل لي اه مثلا اجعل مثلا هنا. عشان برضو افاهمك. اجعل الحصان ابيض. بدل اسود. رغم ان الاسود شكله جميل جدا. بس انا اقول له لا انا عايز الحصان يكون ابيض. حواريك دلوقتي. اهو. الكلام ده تقدر تعمله على ان انت تاخد نفس الصورة. تمام? تقدر تاخد نفس الصورة وتعدل عليها? ابدا والله. الكلام ده عمرك ما تقدر تعمله على فعشان كده انا بقول لك في نظري ان الموقع ده افضل مئة مرة من موقع بجانب ان هو مش بيديك خمسة وعشرين صورة وخلاص لا هو بيديك الف صورة يوميا ان انت تقدر تصمم بها زي انت الف صورة في في اليوم. بجانب وغير كل ده بجانب ان الموقع ده اصلا يعني بيديك كمية تحكم مش موجودة في اي حاجة اخرى. ومش موجودة في اي موقع اخر. فبالتالي الموقع ده اصلا بالنسبة لي افضل من مليون مرة. بس الفكر ان ان انت لازم تقدر تستخدمه ان انت ازاي تفهمه وتعرف ازاي تستخدمه. لانه مش يعني مش بنفس سهولة سهل. سهل. اذا كان اصلاعي بيطلع لك افضل صورة ممكنة عشان تنبهر بها. انما ده لا. انما ده بيقول لك لا انا مش هطلع لك افضل صورة ممكنة. انت عايز ايه? ايه اللي انت عايزه? ايه اللي انت في دماغك? اديني الوصف المزبوط عشان اطلع لك صورة اللي انت عايزها. فهمني? وبيتيك تحكمه يعني ماني ولو اعدادات في حاجات كتيرة جدا. فده الفرق. كل ما انت بتفهمه الموقع كل ما انت بتضرب عليه نفسك بشكل اكبر هتلاقي عندك الموقع بيتيك اداء جميل جدا. يعني زي ما تشايف الصورتين دول نفس الصورة. تمام? اهو الصورتين دول نفس الصورة. فرق حرفين بين السماء والارض بس. حصان اسود كأنه جاي من الجحيم وحصان ابيض كأنه من الجمه. فهمني? الفرق ما بينه الصورتين عامل ازاي? في حقيقي الموقع خرافة. بس خلاص. ده كان الفيديو. خليني بقى نحمل الصورة عشان احطيها في الصمنين. ما تمنى يكونش طوولت عليكم. سلام.